تصعيد لافت في تحركات الأممية تجاه الأزمة الإنسانية متعددة الأبعاد في اليمن أربعة من مديري أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة يزورون البلاد عبر العاصم المؤقتة عدن فبينما كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير يصف من تعز الأوضاع هناك بالسيئة والكارثية كان رئيس الوزراء يلتقي في عدم مديري منظمة الصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي هذا التحرك الأممي عالي المستوى جاء متأخراً كثيراً لكنه اليوم يحمل رسائل عديدة كما يرى المراقبون فهؤلاء المسؤولون الأمميون حارصوا على تأكيد شراكتهم مع الحكومة الشرعية وهي الإضافة الأهم إلى الأجندة الإنسانية والإغاثية التي تهيمن على زيارتهم وتتصدرها مهمة مكافحة الكوليرا كانت عدن هي محطتهم الرئيسية في الزيارة وهو سلوك لم تعهده العلاقات الفاترة بين الحكومة وهذه المنظمات التي دابت في الماضي على التصرف بأريحية مع الإنقلابيين لم يطرأ شيء على أجندة الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية فالتحديات هي التحديات والعراقيل هي نفسها في بيئة محفوفة بالحرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان الأكثر وضوحا في تشخيص التحديات في واحدة من أكثر المناطق تضررا من الحرب التي يشنها الإنقلابيون فقد شخص الوضع في تعز متحدثا بشكل واضح عن الكارثة التي تعيشها المدينة جراء الحرب والقصف الذي يطالها رئيس الوزراء وخلال لقائه مديري الوكالات الدولية أعاد طرح المطلب الملح ذاته من جانب الحكومة وهو ضرورة نقل الوكالات الدولية مقراتها إلى عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء المسؤولون الأمميون من جهتهم كانوا حريصين على تأكيد الشراكة مع الحكومة والالتزام في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن 2216 كما عبر عن ذلك مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس فهل تدشن زيارة كهذه مرحلة جديدة من العلاقات مع الوكالات الدولية وشراكة يحتاجها اليمن لمواجهة تداعية الحرب بل وطي ملف هذه الحرب بناء على المرجعيات الأساسية للحل